حلقتنا لهذا اليوم عن السنة والحياة و نتحدث عن قيمة قد نكون أغفلنا يعني تفكر فيها أو معرفتها هل في قيمة معينة وردت في الحديث ما ذكرناه؟ نعم هي آخر قيمة يعني ختمة بها الحديث و هو الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة بارك الله لك و بارك عليك دعوة مباركة من نبي كريم حركت و شائج القلب و قلبت ميزان هذا الرجل على أن يكون كافرا بالله مستهزئا به إلى أن يكون مؤمنا به رافعا للتوحيد فهذا الدعاء أين الآباء و أين الأمهات منه و الله يا أستاذ عبد الحكيم أنا أعرف أنا أعرف أناس فضلاء و كثير تعرفون من الفضلاء ينبري في هذا اليوم بالذات يوم الجمعة من العصر إلى المغرب ينفتل بالدعاء لا ينسى فيه لا نفسه ولا أولاده و لا أباءه و لا أمهاته و لا أحبابه يدعو لهم بالصلاح و يقول رب يجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي يا ربنا و تقبل دعاء يسجد لله يدعو ينتحب يتضرع لله عز وجل بالدعاء من الذي يسندك في هذه الحياة الدنيا من الذي يقيمك من الذي يدعمك من الذي يوفقك من أعظم من أعظم ما ينبغي أن تحرص عليه أن تدعو لأولادك انظر إلى يعقوب كيف يجمع أولاده انظر إلى إبراهيم كيف يحرص على أولاده انظر إلى الأنبياء و المرسلين كيف يدعون لفلذات أكبادهم يتتابعون هذه الدعوات يعني تدعو لولدك بالصلاح في سجودك ما تترك مكان من أماكن استجابة الدعاء إلا و تدعو لفلذات كبدك و لنفسك و لأهلك أن يحفظك الله عز وجل و أن يقيك الله من شروع الدنيا و الآخرة شوف النبي كثير يرسل لنا هذه الرسالة من خلال هذا الحديث بهذا الدعاء أن يبي لنا عظمة الدعاء يا أخي والله المحروم من حرم من أن يرفع يديه لله عز وجل من أن يتضرع لله عز وجل كم رفعت من بلايا كم كشفت من كروب كم أزيلت من هموم و أغوم و أحزان كم لبيت من رغائب بدعاء الإنساني و الاتجاه إلى الله عز وجل نعرف أناس كثر والله أزيلت عنهم الهموم و الغوم و الأحزان و أصبح موفقين في هذا الدعاء أدعو لولدك لا تدعو عليه أدعو لولدك والله قامن أن يستجاب لك خاصة في هذا الوقت الذي نحن في هذه الساعات المباركات التي سوف تدلف علينا أدعو لأولادك بالتوفيق أدعو بالبركة أن يوظفهم الله أن يزوج البنات أن يعقيك الله عز وجل و يعقي أسرتك من الأمراض من الفتن و ما شابه ذلك هذه قيمة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من صحابي أكثر من صحابي يعني رجل اسمه شيبة الحجبي رجل مثل أبي محورة في موقعة أوطاس خرج من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عجيب والله خرج من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم و كان يقول في نفسه لئن تبعه العرب والعجم والله ما تبعته و لا يدور في خلده إلا أباه و عمه الذان قتلوا في أحد يريد أن ينتقم لأبيه و عمه و يريد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ليس حوله أحد من أصحابه كان علي والعباس بعد أن أسلم يدوران على حوله كالفلك المسدير يحوصان النبي صلى الله عليه وسلم فعمد إليه بالسيف يريد أن يقتله فإذا بشواظ من نار يقول هو شواظ من نار أو من نور فوق رأس النبي كاد أن يحتمش بصري يعني يذهب بصري فخاف و هلأ وفر فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقدم يا شي تأمل الرحمة تأمل الدعاء و موضعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه هذا الرجل ذلك فيأتيه النبي سلم ويدعو له يدعو له فيقول اللهم أذهب عنه حظ الشيطان اللهم أعظه من الشيطان اللهم أعظه من الشيطان اللهم أعظه من الشيطان يقول فوالله أصبح أحب إلي من سمعي وبصري والناس أجمعي وأقدمت أمامه قال والله لو خرج أبي ساعته من قبره لضربت عنوقه دون رسول الله